عشان الوقت اللي بيطير ماني دوت انا فاهم ان مباراة زمالك وبرزداد لسه قدامها عشر ايام بس برضو جمالي زمالك متكلمش لو اتكلمش لو اتكلم على مباراة شباب ببرزداد حتى مع مباراة للحد بتاعتمي بس التركيز كله على مباراة شباب ببرزداد فريق يقلق فريق يخوف فريق صعب اوى على زمالك ولا زمالك يقدر يكسوف الجزائر عادي يقلق او يخوف لأ بس هو عنده ادفانتج على زمالك فكرة ان هو سابق الزمالك ومواجهة مباشرة في القاهرة هو متفوق فيها فهو ما عندوش الدوافع الكبيرة ان هو يبادر ويكشف الخطوط بتاعته وهو فارقة هجوميا مش بالقوة الكبيرة احنا بننكلم ان هم لعبوا 16 مباراة سجلوا 28 هدف يعني حتى وهم متصدرين الدوري الجزائري بفارق كبير جدا لكن في نفس الوقت هم ما كملوش معدل هدفين في المباراة هم بيستقبلوا قليل بس في نفس الوقت ما عندوهمش قوة هجومية كبيرة نكلم على ايوالا وبنكلم على ليون الوامبا ايوالا هو الجناح الشمال ووامبا هو المهاجم الكاميروني الاساسي ايوالا محرز ثلاث اهداف ووامبا محرز هدفين ودي ارقام قليلة جدا بالنسبة لخط هجوم بالنسبة لشباب بلوزداد فرقة ما عندهاش مشكلة ان هي تستقبل الكورة رغم كده برضو عندهم استحواز نسب استحواز كويسة بس استحواز كله سلبي ما عندهمش حتة البروجرشن بتاعت الهجمة بشكل فعال هم اعتمدهم الاساسي على ايوالا وعلى اكرم براس اكرم براس بيلعب كالعيب رقم عشر او ساعات بيلعب كجناح يمين على الجانب التاني من ايوالا المراوغات عندهم جيدة جدا بننكلم على ايوالا في مبارات المريخ اللي فاتت عد اربع مرات من خمس محاولات للمراوغة في حين ان اكرم براس عد خمس مرات من اصل خمس مرات فهم اعتمدهم الأساسي على السنائي ده وانبا مش مهاجم يخوف مش مهاجم عنده قوة البدنية الكبيرة اللي نعرفها عن المهاجمين الأفارقة في المجمل إزا مالك يقدر المريخ سدد أكتر من مرة عليهم في مباراة شباب الوزداد اللي فاتت كلها كانت تسددات مش إيجابية لكن في نفس الوقت ده بيقول أنه هم ما بيقابلوش ما بيضغطوش بيستقبلوا اللعب حارس المرمى بتاحهم بنكلم على أليكس جندوز متحور وعمل ضرب الجزاء في مباراة المريخ وبيطلع بدون داعي في كور كتير جدا وأخيرا سناء الدفاع بتاعهم بيتضرب بكور طولية ممكن نادي الزمالك إن هو يقدر يستفيد منها زي ما عمل في مباراة التراجي وكور بس كانت على الجنب اليمين مش في العمق أسر المستوى اللي قدمه نادي الزمالك قدام التراجي يقول إن شاء الله يبني على دوته ويشتغل هل أنت شفت المستوى بتاع مباراة التراجي استثناء ولا هيبقى قادر النادي الزمالك لحد ما يوصل مباراة شباب الوزداد عشان لو الزمالك قدم المستوى قدام التراجي قدام شباب الوزداد إن شاء الله هيكسبه بسهولة شوف يا كريم الزمالك أدخل نفسه في الحزبة دي وقادر باسمه وبلعبته أنه يخرج نفسه من الحزبة دي الفوز كان مهم جدا كان فوز معناوي جدا فيه فوز بتخشه وأطلاع الكرة عندك الطبيعية أنك تبع عندك فريق بيكسب وبينفس والأمور تعود للهدوء داخل أركان النادي مش موجودة فتبقى محتاج الفوز ده فبيرجع الهدوء تاني أو أن العصفة تيجي وكل شيء تدمر قبل اللقاء بالساعات كان فيه كلام عن إن لو فريرة أصلا خسر المباراة ستتم إقالته بالتالي الفوز بدين اللعيبة والروح اللي ظهرتنا أول دقيقة عشا دائنا كسبان واحد كسبان واحد صفر الشوت جالي يضرب الجزاء في دقيقة 25 أيا كان جدالية ضربة الجزاء في النهاية جزيري حط راجل في ظهره حتى بلغة الكرة كريمة أو باللغة بتاعتنا المصري لبسها له فبالتالي دقيقة 25 وكسبان اتنين في الطاهرة أعتقد لعبت الزمالك كانت كويسة جدا 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 في النهاية عارف تخش المطش بدري سحب الزمالك بالذكاء الترجل المباراة اللي الزمالك عايز لعبها سحبوا المباراة بدنية جدا لعبت الزمالك كلها بلاستثناء كترجالة جدا في الاتحامات وعجبني جدا أنا عارف نشاكر الكلام عليهم بارح ولازم عايدي الكلام عليه تاني أن صبحي كان قد ملامح النجون كبير جاي في السك كل رفلكسات بتاعته كل ردود الفعل في الكرات التي جات عليه كانت ممتازة صح هو بتكلم شكل كويس قوي على أنه هم عندهم الوان في وان أو الواحد على واحد مميزين جي فيه جدا فبالتالي فكرة إحنا كل الناس وزميلنا اللي بروحوا يحضروا طميلين زمالك بيكلموا أنه وينش بيتمرن لكن القرار في إيد فريرة لو فعلا مفيش خوف عليه وفريرة شايف أنه شارك أنا أعتقد أنه يفرق كتير جدا مع علوماتي مع علوماتي أنه ياخد جزء من مطش أتمنى يا كريم حسين عبد الجيد حسين عبد الجيد لعيب اكتشاف ومكسب كبير جدا ندفع نات زمالك لكن سنائية عبد المجيد وعبد الغني لو الوانش موجود هتدي أفضلين نات زمالك هو محتاج يكسب بلوزداد في أرضه فبالتالي عودته مهمة جدا أعتقد أن الزمالك زي ما قلنا أدخل نفسه في الحزبة دي لكن الرهان هو يفوز بكل مراته قادر بإسمه يفوز على بلوزداد إن شاء الله هناك